اعلن مشفى فولفسون في جنوب تلابيب عن ثاني وفاة بفيروس الكورونا في اسرائيل واجاء في بيان مشترك من وزارتي الصحة ومشفى فولفسون عن وفاة امرأة تبلغ من العمر 67 عاما بعد ان تم نقلها الى المشفى بحالة خطيرة جراء اصابتها بالعدوى علما انها كانت تعاني من امراض خطيرة اخرى وفقا للبيان هذا وحذر الرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيمين نتنياهو خلال جلسة عقدها هاتفيا من وقوع كارثة صحية خلال الاسابيع القادمة قائلا انه من الممكن ان تصل الاصابات بفيروس كورونا الى نصف مليون حالة وقال مسؤول حكومي حضر الجلسة لوسائل اعلام اسرائيلية ان هناك توقعات بان قسما من الوزراء والجمهور لم يستوعبوا سرعة انتشار الفيروس وامر نتنياهو بتشديد القيود بما يشمل وقف المواصلات العامة واغلاق المتاجر باستثناء متاجر الاطعمة والصيدليات عقب مطالبة وزارة الصحة زيادة القيود المفروضة على ضوء الزيادة الكبيرة بعدد المصابين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة